بمناسبة الصعيد يا أستاذ عيدل القانون مقدم من الحكومة بشأن انهاء الهيئة العليا تميت جنوب الصعيد والقانون ليه أهداف عديدة والصعيد زي ما بيقولوا كنز من كنوز مصر أشياء كثيرة جدا لحظة حدثت من 2014 حتى الآن في مسألة الاهتمام بالصعيد سواء تشكيل لجان شواء تنفيذ مشروعات إلى آخره فبالتالي احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت اهتمام بالصعيد والرئيس راح عمل مؤتمر الشباب هناك في أسوان فبالتالي كل هذه كانت رسائل ودلال على اهتمام القيادة السياسية وبداية اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد وشفنا خلال الفترة فاتت في بني السويف على سبيل المثال المجمع الصناعي اللي احنا كلمنا عنه في مرات سابقة الأسمنتو والرقام هذا المجمع الضخم كل ده يخدم أبناء الصعيد المشاريع اللي هي في أسوط ومشاريع الطرق والمصانع اللي افتتحها رئيس الوزراء زي مصنع الألبان اللي كل يعني اللي هتعمل يعني اكتفاء ذاتي لأبناء المحافظة كل المناطق قلاتي بشكل كبير جدا من الهجرة الداخلية انت بتتكلم بالزبط انا عايز اقولك انت عانيتي معاناة شديدة جدا يعني تلمية المستدامة اللي مصر ملتزمة بيها في استراتيجية 20-30 ده مهم جدا يعني ايه انه على الاقل يكون هناك فوت متوفاري فرص عمل ومشاريع كبرى لأبناء الأبناء الصعيد انت عندما اهملت هذه المشاريع عانيت يا الامارين وما زلنا بنعاني منها عندما حدث كما ذكرت ما يسمى به الهجرة الداخلية سواء من الريف في الصعيد او الريف في وجه البحري وعانيتي ان يعني فجيتي او اولا يا فندم اثرت على هويتهم اثرت على شخصيتهم اثرت ان هم نفسهم اتضايقوا لانهم ده لدى عملهم ولا ده مكانهم ولا دي شغلتهم وهم بيتمتعبوا مميزات اخرى انت اصبح عندي كمان قطاع العمالة العشوائية دي اللي هو العمالة الموسمية اللي بسموه العمالة الموسمية كانت خارج حسابات الدولة لاست هناك احصايات او بيانات عن هذه العمالة بذلت مع ان هم مكانهم في الارض ومكانهم في الزراعة ومكانهم في تنمية وبالتالي ان يكون عندي مشاريع في كل محافظة محافظات الصعيد تستوعب الايد العمالة ويكون مشاريع مستدامة بمعنى صح اعتقد انت تستوعب هذه الايد العمالة وزي انت بتقولي بتحفظ كمان على التماسك الاجتماعي بزفر انت بتتكلمي على مسألة مش تنمية اقتصادية فقط كمان تنمية اجتماعية انت بتعمل من هذه المشروعات كمان يعني هناك يبقى بيئة اجتماعية سليمة في هذه الاماكن يعني زيانا ما اتعمل على سبيل المثال ناجع حمادي ناجع حمادي لما يكون مصنع فقط ولكن كان مجتمع مجتمع متكامل من كل انشطة الاجتماعية الانشطة الرياضية الانشطة الثقافية الى اخره اعتقد انه مثل هذه المشاريع ايجب ان احنا ننظر لها كمان ان لها ابعاد اخرى ابعاد اجتماعية يعني ايه اللي اتفعل للاختراب للاختراب الداخلي ليه ايه اللي اتفعل وبعدين ايه اللي خلينا استيقظ يعني في يوم الاقي انه ما عنديش عاصمة يعني لها هوية يعني القاهرة اصبحت اصبحت دلوقتي يعني عبارة عن مزييك او شتات من كافة انحاء الجامورية انه تكدس فيها اكتر من 18 ل 20 مديون على رقع دقيقة مهموش لقييني فاندم لا تعليم ولا صحة ولا شغل ولا اي شكل من اشكال الحياة هناك وهل هذا يعقل ان الناس تسيب كل يعني كل هذه المساحة ونتكدس كلنا في حتة قد كده هو ده اللي انا بقوله انه اعتقد النظرة الجديدة والرؤية الجديدة الان لمسألة لتوسيع يعني رقعة الاهتباب بكل انحاء مصر تبدأ من الصعيد اعتقد زي ما انت قلت انه الصعيد صعيد كنز يعني اعتقد انه هناك موارد كثيرة جدا لم تكتشف حتى الان الصعيد كنز دي حاجة كويسة لنا علشان احنا ابتدينا ننمي فيه وكان المشكلة ان فيه اعداء كتير جدا عارفين ده يا فندم عشان كده كانوا بيحاولوا ان هما ينشروا افكار متطرفة وينشروا فتنة في الصعيد وينشروا الكلام ده لو لا ما عنديش هناك مجتمع قوي تدمية تعليمية تدمية اجتماعية بتخضع الابراض كثيرة اجتماعية كثيرة جدا لكن فكرة الفراغ وابتعاد الدولة وتقصرها في اداء حسن فيه فجوة ما بين المسؤول ما بين الدولة وما بين المواطن زي بالضبط منطقة الفراغ الامني فهدي منطقة فراغ اجتماع تستطيع ان انت يعني تلعب فيه براحتك سواء كان لك غرض او ملكش غرض والاسف ان احنا في التلاتين سنة ان انت حصل فراغ منطقة فراغ كاملة جدا في الصعيب ما بين الدولة وما بين مدن الصعيب فبالتالي استطعت ان بعض الجماعات ان تنفذ الى هذه المنطقة وتستطيع ان تسيطر وتلعب دور الدولة للأسف في تقديم خدمات باقة وطبية ولا خدمات معونات انسانية والاخر فبالتالي انا اعتقد ان كانت هذه الجماعات هي البديل عن الدولة للأسف والدولة ارتضبت عندنا مهمة صعبة جدا في رجوع مهمة الدولة الاساسية وهي طبعا الاستماع والشعور بكل ما يريده المواطن ايه بالتأكيد بس انت ترجعوا ولا انسقة المواطن من خلال واقع افعال واقع على الارض كما يريده المواطنة مشاريع طرق على مصانع على اسكان على اهتمام بالصحة على اهتمام بالمدارس على اهتمام بالقرى الاكثر احتياجا للسعيد يعني الحظ الاوفر من الاهتمام بالقرى الاكثر اهتياجا من خلال تنمية هذه القرى ومادها بشبكات الصرف الصحي يعني اعتقد الميزانية الجزء الاكبر من الميزانية وزارة الاسكان في مشروعات الشرب والصرف الصحي متجهة الى الصعيد بدعم طبعا من بعض منزمات دولية زي البنك الدول اللي بيشارك في هذه المشروعات متجهة الى الصعيد وده مهم جدا نتمنى انه بالفعل يكون الاهتمام بالصعيد على رأس الاولوية لانه ده بحق فوائد كثيرة جدا يعني فوائد امنية فوائد اجتماعية فوائد ثقافية ترابط المجتمع فوائد كمان ديبوغرافية يعني تأثيرها على يعني احنا عايزين نرجع تاني العاصمة بشكلها يعني المشرق القديم يعني عندما كانت القاهرة خمسة مليون او ستة مليون كان يعني نستطيع ان احنا نقول عندنا عاصمة عاصمة طريق طريق بمصر ولست يعني يعني عاصمة تلم كل شتات الريف من الصعيد او من وجه بحري تمام وايضا احتراما ليهم ولقسارهم وان هما يفضلوا يعني عندهم يعني عايشين في مكانهم وملكيتهم الخاصة وعايشين في بيئتهم المناسبة ليهم ما يبهدلوش بقى نفسهم وولادهم ما هو بيهاجل انه فيش فرصة عمل لكن لما اعملوا مشاريع كبيرة جدا زي المصاري اللي بتفتح دي او مشاريع لازم اتدلوا ادمية في التعامل وحقه في تعليم صحة وولاده ويعيشوا بشكل كويس ومحترم ويبقى هم ما بيقوش عايزين يمشوا يفندم هم بيقوش عايزين يسيبوا مكانهم يعني يكون عدالة في الاهتمام باش كل الخدمات مركزة في منطقة واحدة معين يكون كل هذه الخدمات يعني توزيع افقي على كل مناطق مصر وده اللي احنا بطلب بيه تحديدا في الصعيد يعني مسألة انه يعني فرصة عمل في خدمات صحية تلقيق به كإنسان خدمات خدمات تعليمية حتى خدمات طبية يعني انا يعني ببصت اول ما بلاقي مشروعات في مجال انشاء مستشفيات في مجال معين بدل ما يعاني الامارين وييجي للقاهرة عشان يتعالج تتوفر لدي الخدمات المقدمة من الدولة او من الجماعات الاهلية في مجال في مجال الطب على سبيل المثال فده شيء مهم جدا على الاقل يلغط هذا وكمان في مجال التعليم وفي مجال الترفيه يعني احنا محتاجين وفي الخيام كان لك مدن جميلة جدا يعني انا بقول ان كل محافظة في مصر تدفع لوحدها عاصمة يعني بالتأكيد كل مدن الصعيد يعني احنا للاسف بس ما بنعرفش بلدنا كويس منتهى الجمال بنرفع البلدان الخارجية لكي بنعرفش عن بلدنا كويس كل يعني انت تتكلمي على المينيا او سهاج اللي انت اكتشفت ان فيها معابد احنا اكتشفنا سهاج بعد كده في ميارات رئيس الوزراء اللي اه مكناش متخيلين ان هذه العصار الجميلة على النيل اللي فيها متاحف اللي فيها متاحف وقصار فرعونية ربما يعني تضاهي الأقصر يعني احنا دايما تركزنا انه القصار مش موجودة في الأقصر لا ده انت في المينيا شو بعد دخل شكله في المينيا وعندك فيه وعندك فيه فيه سهاج وخط ده كل كل مدينة فيه اعتقد انه بها كنوزية تستطيع انت تستغليها احسن استغلال لكن ربما الفترات اللي فات ما كانش فيه الاراضة الحقيقية في تنمية الصعيد وعتقد انها متوفرة حاليا انا اعتقد انا متكلمت انا ملاحز انه بقاله الدكتور مصرحة مدبولي بقاله اسبوع تقريبا او ست ايام اعتقد ربما تكون دي لا وقال في الاخر احنا زياراتنا لسه مستمرة انا دي اول يعني يقعد اسبوع كامل كده او ست ايام تقريبا في الصعيد فدي ما حصلت قبل كده منتظر ان كلهم بيخافوا بالصعيد فعايز يجي يقعد التكييف لا الحمد لله خلاص احنا غيرنا الفكر ده طيب اخر نقطة هتكلم فيها مع سيادتك النهاري استاذ عادل